واضح انه اللي حصل كان عكس التوقعات لكن يستاهل انه هو اللي يفوز. آآ كابتن هيب انا كان عايز اسألك عن الكابتن حسن شحاته وهل هو حيستمر في التدريب لانه طلعت اشعاعات انه لا ده يرجعون نتاني الاخوين عشان. بالضبط. طيب. آآ يستمر شوية. آآ. وازبوروا عليهم شوية. جملة باخدها من التعرير. وبقول ان طبعا لا يمكن الحساب آآ بالقطعة. آآ آآ هي دي بطولة. آآ ولكن آآ في شكل جميل بيزر عناد زي مالك فترة الفاتت. في جهاز فني على اعلى مستوى. لازم الجهاز الفني ده ياخد فرصته بالكامل. آآ آآ قلة اللي بتاري تهتف تقول آآ الشعب يريد التوأم آآ آآ. نعم. على تويتر وعلى الفيسبوك. طبعا. موجود وبعض قلة من الجمهور هاتفت. آآ آآ يا جماعة. انا بقول ان الكابتن حسن شحاتة من افضل مدير الفنيين في الكرة المصرية. آآ. أدى بشكل جيد. احيانا المدير الفني ما بيكونش في حالته زي مالعيد ما بيكونش في حالته. ولكن الحكم على مدير فني زي حسن شحاتة في المباراة زي مباراة زي مباراة. ده ظلم كبير. لان النهاردة لما بتيجي بتعمل تغييرات. انت عندك حزم امام آآ كان مصاب فاضطر ينزل عمر جابر. نعم. آآ في تغييرات الترارية. وفي كمان انت بتقابل حاجة مهمة جدا. نعم. ان اللعيب اللي انت بتنزله لو موفق لو عملت تغيير ونزل العيب موفق كل الناس ترفع لك القبعة. نعم. وتقول لك ده الكابتن حسن عمل تغييرات عالمية. نعم. انت نزلت العيب واللعيب هو مش موفق ومش في يوم وده موجود في كرة القدم. نعم. بقى الموديل الفني آآ بيضيلي المباراة بشكل سيء. بقى الموديل الفني بيتعامل بشكل مش جيد مع آآت المباراة لكن انا اعتقد ان كابتن حسن شاحتك كابتن مختار مختار. لاتنين اداروا لمطش بشكل جيد جدا. نعم. والفارق كان مبارح في آآ آآ التوفيق وعدم التوفيق ولكن بوجه تحية. نعم. لفريق امبي. نعم. لما يكون لاعب نازل. عليه كل هذه الضغوط الاعلامية من قبل المباراة كله بقول الزمالك هيكسب وخلصانا القصة. مم. بينزل ملعب. بلاي سبعين الف متفرج قاعدين في الملعب. وهو ده لنا بقى. وجمهور الكبير. دون قطع كلامك بقى معلش يعني انا. قصد نقطة نفسية عكسية. كل الناس يعني وكل البرامج دلوقتي هتلاقيها بتتكلم الزمالك ليه تغلب. تمام. لأ انا بعد اذنك بقى. الزبط انا انا بتكلم في ده. طبعا. 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 كلمني مثلا عن احمد عبدالرقوف. كلمني عبدالزاهر. كلمني عبدالزاهر السقق. كلمني عن محمد شعبان. كلمني عن لعيبة امبي عمله امبارح في الملعب. شوف. لعيبة امبي لعيبة مميزين جدا. انا بقولك يحسب له. انه في لحظة نزوله. وانتصاص حماس جمهور الزمالك. اه. والتسخين قبل المباراة. ان انا بنزل ملعب زي السادة القاهرة. مم. بلاقي كله ملغم جمهور منافس اللي هو جمهور الزمالك. مم. محطرم جدا على اعلى مستوى مبارح. ولكن لازم تجي لي رعبة كبيرة جدا. طبعا. صحيح. ولازم تجي لي رعبة ان انا بلعب الزمالك وسط مفيش. اه. يعني لك انت موجود في مكان. اه. سبعين الف واحد بيهتفوا ضدك وبيهتفوا الواحد تاني. اه. فبالتالي لازم على القالة نفسيا تقل. ده شغل للجهاز الفني. لازم نشيط بجهاز الفني. نعم. ولازم نشيط بخبرة لعبي امبي. عمر فاهم اللي خرج مصاب. عبدالزاهر الزقل اللي خرج مصاب. واتمنى ربي ما يكونش قطع في رباط الصليبي لان. مم. في حالة قطع في رباط الصليبي ربما عبدالزاهر لا يكمل مسيرته مع اه. نادي امبي. نعم. اه. محمد شعبان في وسط الملعب. واحمر عبدالرقوف. واحمر عبدالزاهر. لعبة عندهم خبرات وخبرات دولية. مم. كل اللاعبة اللي انا ذكرت اسمهم دول. لعب ومنتخبات. نعم. ولعب ودولة. فعندهم الخبرة الكافية. خاصة انا واحد زي عبدالزاهر الساقة بخبراته الكبيرة دي وخبراته الدولية وخبراته الاحترافية. مم. في الملعب الاوروبية ومن خلال الدورية التركي. ظهر بشكل جيد جدا. قدروا يمتصوا. حماس الجمهور ده كله. ياخدوا الثقة. وامبارح حصل حاجة غريبة جدا. ايه. ان فريق امبي كان بيلعب الكرة القسارة على الارض من رجل للرجل. او الكرة الدوارة زي ما بنسميها في الملعب نص قوس كده. مم. يبدأوا يلعبوا كرتهم. الزمالك اعتمد على الكرة الطولية البلونة. اللي هي انت بتشوتها. عشان تتخلص منها في نصك الدفاعك. فبتروح للنص الهجومي. مم. ايا كان. تمركز لعيب امبي كان الافضل لنهم كانوا مركزين في المباراة. مم. تمركز لعيب الزمالك كان اقل ليست لان التعليمات الفنية مجهز الفن كانت اقل ولكن للتركيز لعيبه زمالك في حامل الكاس. نعم. كل لعيب شايف نفسه هيشيل الكاس ازاي. نعم. هيتصور به ازاي. لذلك كان في لعيبة بلغة الكرة بتميز في الملعب. مم. يعني مسلا لعيب زي عمر زاكي آآ نازل بيمثل في الملعب. مم. اداءه الانفعالي والعصبي. مم. اكتر من الاداء الفني. نعم. فكان ظهر ده عليه وظهر عليه اكتر اثناء المباراة. وقبل المباراة. وبعد المباراة لما دخل غرفة ملابس خلع اللاعبين. مم. وتكلم بصوت عالي. وقال انا متداهق ومخنوق ومش عارف ايه. وسب قدت اللبس وطلع قاعد في الاوتوبيس بتاع ساعة لوحده. مم. وبعدين رجع تاني. وبعدين طلب من الامن ان يؤمنه عشان يخرج من الاستاد لوحده. في عربية خاصة. يعني انا اعتقد ان اللاعب الكبير واللاعب المحترف يجب ان تكون لديه ثقافة الهزيم. نعم. وقلوم جدا جدا على فريق نادي الزمالك بالكامل. انه لم يحضر لمنصة التتويج ويستلم الميداليات الفضية والمركز الثاني. اه. لانه لازم كان يحترم المنافس جدا. ويبارك للاعبة امبي. قانونا بقى. عدم اه اه خروج اه 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 ان هو ياخد الميداليات. ده قانونا هيتعمل. وفقا وفقا للايحة كل اتحاد اهلي. يتم معاقبة اه الفريق الذي يمتنع عن استلام اه اه الجايزة بتاعته. فبالتالي هتوقع هذه المباراة. الزمالك خاصة رفع الكثير. مه. فنيا سيعود من نقطة البداية. مه. على مستوى العقوبات. الزمالك هيتعرض لعقوبات كبيرة جدا. خاصة ان هو عنده تاني مباراة في الدوري اول مباراة. مه. قدام وادي دجلة. مباراة مؤجلة. مه. لسبب الظروف التي حدثت. اه. في اه. اه. الحدثة اللي اصيب بها اوتوبيس اه. 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 الموديلي الفني في اصابة في حالة خطرة. نعم. نعم. فبالتالي اتأجلت. تاني ماتش بتاع المحلة. الماتش ده مؤجل. مه. لان فيه غرامات على الشماريخ اللي اتعاقبت. فالزمالك هيلعب ماتش المحلة. مه. فيه الاسماعيلي. تالت ماتش انا اعتقاف ان الزمالك برضو هيتنقله ماتش كمان. مه. وهيتعاقب عقاب شديد جدا. اولا. ليه خروج بعد الجميل عن النص في الشماريخ اللي 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 تتويج واستلام. اه. المداليات. المداليات المركز الثاني. مه. وده مش عيب ابدا لان الرياضة التنفسية فوزه هزيم. اللي ممكن فريق بيكسب على طول. نعم. اللي ممكن فريق بيتهزم على طول. نعم. وكان لازم يزهر هنا الزمالك الكبير بجمهوره الكبير اللي كان موجود. مه. وبحيي جمهور الزمالك اللي شجع. مه. لعيب انبي بعد المغرارة وسقف لهم لانهم يستحقوا التقدير وقالوهم على. مه. اتحاد الكرة. مه. واللي هو عبدالعزيز امين رئيس اتحاد الاستاذ القيرة. انه خلوا التتويج في المقصورة عادة. مه. ما يتم التتويج في ارض الملعب. صحيح. فهق يعني من الافضل انه فريقين بجهزهم الفني يطلعوا لغاية المقصورة فوق في وسط الجماهير. ايا كان مين كسبان ومين خسران. ولا من الافضل انه تلعت او اربعة ينزلوا من المقصورة تحت. مه. يكرموا الناس. صحيح. كل السنة بتعمل كده. ما عرفش دي كانت فكرة مين? ولكن التنظيم كان سيء جدا 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 جدا. مه. بشكل صعب جدا. مه. ولكن في النهاية كان منظر مؤسف جدا ان من سوق التنظيم مش عارفين يكرموا فرقة امبي. مه. مش عارفين ياخدوا لقطة الامبي هو طالع يستلم الكاس. مه. لازم يخلو المدرجات بالكامل. نعم. بديخليش المدرجات لان الجمهور اللي كان قاعد جمهور واعي. تمام. وفي النهاية لازم اقول لامبي مبروك. ولازم اقول لي الزمالك هارد لك. ولازم اقول لي جمهور الزمالك. معك مدير فني قوي اسمه حسن شحاتة. هزيمة وخروج من بطولة. نعم. ليست هو نهاية المطاف. ولكن الدوري المقبلة والبطاعة المقبلة هي بداية المطاف. لان فرق الزمالك بقى من الفرقة المحترمة اللي بتقدم كرة جيدة من حسن شحات. ساذ اياب الخطيب النقد الرياضي بالمصري اليوم. شكرا جزيلا لحضرتك الفندم ونورتنا. اشكرك شكرا جزيلا. شاهد وايه اخر التطورات اللي بتحصل على الساحة السياسية مع زمالك عيدة.